طبعا يعني الرب يسوع بيتكلم أمثلة وبيتكلم يعني كتير أمور من الحياة العملية الحياة الرفية أو سواء من صيد السمك أو من الأرض واحد من الأمثال المشهورة وأنا حابب أخذ رأيك في الموضوع جسيس واحد من الأمثال اللي هو مثل الزارع يعني يعتبر واحد من الأمثال القوية جدة عنه خرج الزارع اللي يزرع ومن فضلك حدثنا لأنه فيه يعني فيه كان غير يعني شيء غير مثمر على الحجر على الطريق الآخرة وحتى الثمر فيه كمان أنواع وكميات من الثمر تفضل الأسيس الحقيقة أن أمثال المسيح دراسة غنية وثارية وهو كمعلم يعرف إزاي يقدم الدرس ويقدم التطبيق ويقدم الرسالة بصورة واضحة جدا وجميلة الرب يسوع عطى على الأقل 35 مثل في العهد الجديد وكمان بالمناسبة يسجل العهد الجديد 35 معجزة رغم أن فيه آيات أخرى كثيرة صناعة يسوع لم تكتب لكن دي كتبات لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياتهم باسمه زي ما يقول الكتاب لكن واحدة من ضمن الوسائل اللي رب يسوع كان بيستخدمها هي الأمثال ومثل الزارع بيقدم لنا صورة جميلة جدا هو ذا الزارع قد خرج اليزرع واحد شغلنته الزارع الله شغلنته الزارع وفيما هو سائر في الطريق سقط بعض من البذار على الطريق وسقط بعض على الأرض المحجرة وسقط بعض بين الأشواك وسقط بعض من البذار على الأرض الجيدة الحقيقة أنا عندي كام درس صغير رح يزعيدنا أن أقوله ومن فضلك يعني خد ودي معايا عشان ما يبقىش الحكاية مونولوج لكن يبقى ديالوج حصوصا أننا أصدقاء وأنت أستاذ ورئيس قسم حبيب 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 أن كمان أتعلم من حضرتك الطريق ده كان فيه من الأيام أرض صالحة أرض زراعية ده 100% لكن بقى دوس الأقدام والحيوان وطول الزمان خلاه بكل أسف طريق لا يصلح لكن حبيب أن أنا أسأل الأسيس النصار وقوله مش نعمة من عند ربنا أن حتى هذا الطريق تسقط عليه بذار كلمة الرب وكأن الرب يقول البشارة تصل إلى الكل إلى الجميع للجميع صوت الرب واضح تملأ معرفة الرب الأرض كما تغطي المياه البحر حتى الطريق الرب يعطي له فرصة عشان خاطر البذار اللي هي كلمة الله طبعا كلمة الله الحية الفعالة الأمضى من كل سيف زي حدين فالطريق بيسقط البعض على الطريق لكنه بكل أسف لا يفهم وبيأتي الشيطان ويخطف هذه الكلمة بكل أسف فهذا اللي بيحصل في حياة ناس كتير وأنا حابب أسأل أي واحد وأي وحدة من المشاهدات والمشاهدين الأحباء الأحباء اللي بيشاهدونها يترى هل وصلت إليك كلمة الله في يوم من الأيام؟ يترى هل أنت كهذا الطريق اللي كان في يوم من الأيام أرض جيدة لكنك بكل أسف أصبحت طريق عام مداس من الناس؟ يريتك تصغي لكلمة الله والكلمة القريبة في فمك في قلبك لأنك إن آمنت بالرب يسوع خلصت لكن بيكلمنا مش بس عن القلب القاسي غير المؤمن اللي هو الطريق لكن بيكلمنا كمان عن القلب السطحي الصخر وانت عارف أن الطربة الصخرية فيها جزء رقيق من الطربة لكن ما فيش عمق في الأرض والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح لكن ليس له أصل طربة رقيقة التأثير الوقتي أنا رفع شعار السنة دي يا حضرت الأسيس نزار بقوله في كل الكنيسة اللي بروحها وبقولها في البرنامج بتاعك بقول يا رب نحن لا نبغي التأثير لكننا نرجو التغيير آمين التأثير سهله كتير لكن التغيير هو الذي يبقى هو الذي يستمر لذلك الطربة المحجرة كانت تأثير بلا تغيير تأثير سريح حالا يقبلها بفرح لكن ما لهش عمق ونهاردة أنا بسأل كل واحد فيني ترى هل في مجال لكلمة الله في حياتك عشان تترسخ وتأتي بالثمر المطلوب ولا أنت مثل هذا القلب السطحي الصخري أو المؤمن العقلي اللي بيسمع دون ما يصل إلى قلبه ويتغير حياته فيه كمان التربة الثالثة هي تربة الأشواك والحقيقة أنه عندما درست حكاية الأشواك لقيت أن الأشواك بتنضج بسرعة أسرع بكتير جدا من النباتات النباتات تاخد وقت لكن الأشواك بتاخد وقت أبسط كتير عشان كده التنمو أكبر ولما يطلع الزرع يتخنق بهذه الأشواك عشان كده يقول لنا الكتاب عن القلب المزدحم ده هم وغرور هذا العالم يخنقان الكلمة فتصير بلا ثمر الهم بتاع الفقر والغرور بتاع الأغنية يعني لا الفقر مجدي ولا الغنى مجدي الهم بتاع الفقير والغرور بتاع الغنى يعني يدي لازم تنفع يدي تنفع لكن النتيجة أن الأرض لا تثمر لكن نشكر رب من كل القلب من أجل الأرض الجيدة الأرض الجيدة لم تكن في يوم من الأيام جيدة لأن الأرض ملعونة كلها وكل البشر زي ما بيقول الكتاب الرب من السماء نظر إلى بني البشر لينظر هل من فاهي من طالب الله الكل زاغوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لكن نشكر رب الرب بنعمته أن هذا الفساد العام أو اللي بنسميها total depravity الرب بيعيد صنع هذا الفساد وتصلح الأرض وتأتي الكلمة المثمرة على قلوبنا ترجمة نانسي قنقر